روي حدثنا صحابي جديل اتولد باليمن وراح مكة قبل ظهور الإسلام كعادة أهل اليمن كان تاجر ناجح جدا في مكة من أهم سماته الأمانة والإخلاص الشديد كان مسالم وديع زكي ومغامر ها عرفتوه اللي لسه لسه شوية طيب هقولكم على معلومة هتعرفوها لطول بعدها قبلته قبيلة الأشعريين القحطانية اليمنية يعني أشعري يعني أبو موسى الأشعري زمان ما كانش فيه بطاقة ولا بصبور لكن كان أي شخص بيعرف بتلت أشياء الكنية واللقب والإسم عندنا مثلا سيدنا أبو بكر الكنية أبو بكر اللقب الصديق والإسم عبد الله بن أبي كحافة التيمي الكرشي يبقى الكنية أبو موسى واللقب الأشعري والإسم عبد الله بن قيس وأول مظاهر نور الإسلام وأعلن سيدنا محمد عن دعوته ذهب إليه سيدنا أبو موسى الأشعري وأعلن إسلامه بين يديه أعرف سيدنا أبو موسى الأشعري أن دوره قبل الإسلام يختلف عما بعد الإسلام واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفر لقومه في اليمن ليدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم أمور دينهم وأسلم على يديه الكثير منهم أمه وأخويه رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في الفلدوس الأعلى اللهم أمين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسطة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجيه منتهى إليه بصره من خلقه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث العظيم ده في شبه كبير من آية الكرسي دنا ولله الحمد مفوش أي غموض بيعرفنا على الله الذي نعبده حتى ولو لم نراه وكل ما هنعرف ربنا أكتر هنحبه أكتر وهنخاف منه أكتر وحنعبده أكيد على نوره بصيرة مشكلة الكافر والمنافق وأهل البدع إنه بيعتقد بعقله المحدود جدا إنه عارف ربه وللأسف هو ما عرفوش قال الله عز وجل في كتابه الحكيم وما قدر الله حق قدره تلاقيه سهل جدا يعبد أي حاجة إنسان أو حيوان حجر أو شجر حتى القبر ممكن يعبده وفي الآخر بيتبع هواه على العكس عقيدتنا وعقيدة المؤمنين مصدرها القرآن والسنة لا مجال للأهواء وكل ما نتعمق أكتر في القرآن والسنة بنتعرف على ربنا أكتر بتقوى عقيدتنا بنعرف اللي لينا واللي علينا نقول بقى توكلنا على الله ونبتدي في شرح الحديث الشريف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات المقصود بخمس كلمات هو بالضبط نفس المقصود لما بتكلم واحد صاحبك وتقول له كلمة من فضلك كلمة هنا معناها جملة مفيدة فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام النوم صفة نقص وتعتبر موت صغرى ولا يطليق بالله عز وجل فنحن ننفي النوم عن الله عز وجل ونثبت له أنه هو الحي القيوم ونفس المعنى بالضبط هنلاقي في آية الكرسي قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يخفض القسط ويرفعه القسط هو ميزان الأعمال والأرزاق طيب هو الميزان هو اللي بيخفض ويرفع أكيد لا ما يخفض ويرفع هو الأعمال والأرزاق حديكم مثال ده موظف بسيط تصدق بجنيه لكن كانت نيته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى أكيد ده عند ربنا بعدله وإحسانه في الميزان أفضل من الرجل ده اللي تصدق بمليون جنيه ودام شاشات التلفزيون وعلشان ناس تحكي وتتحاكي عنه وطبعا على مستوى الأرزاق كلنا مش زي بعض قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل أول نقطة من الذي يرفع الأعمال ترفعها الملائكة الكرام البررة كلمة يرفع دي فيها دلالة على العلو في المكان والمكان لله عز وجل عقيدة المؤمن الصحيحة أن الله عرشوه في السماء جاء رجل بجاريته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتقها فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء فسأله أيضا ومن أنا فقالت أنت رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها ده أقرب ما يكون بقوله تعالى في آية الكرسي واسع كرسيه السماوات والأرض وقوله تعالى في سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل ده إيه معناه؟ معناه إن ما فيش تباطق في رفع الأعمال أول بأول وده يخلينا دايما يكون عندنا مراقبة لله عز وجل نخلي بالنا ترفع الأعمال يوميا مرتين وقت صلاة الصبح وصلاة العصر وترفع إسبوعيا مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس وترفع أيضا في شهر شعبان حجابه النور وضع الله عز وجل حجاب أي ساتر في الدنيا من النور يسطر العباد عن رب العباد وده معناه إن رؤية الله عز وجل ممتنة عن جميع المخلوقات في الدنيا ولكن في الآخرة وفي الجنة يكرم الله من خلقه من يشاء برؤيته دون حجاب لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه وده معناه ببساطة لو كشف الله عز وجل الحجاب لأحرقت صبحات وجهه يعني بهاءه ونوره وجلاله كل الخلق لأن بصر الله ممتد لجميع المخلوقات وأخيرا عقيدة المؤمنين هو إثبات ما أثبته الله عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته العليا في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة آسف جدا على الإطالة وجزاكم الله خيرا اشتركوا في القرآن